بسم الله الرحمن الرحيم اتنين في سين قس ثلاثة بتساوي واحد على سين قس ثلاثة هضرب اتنين في واحد على سين قس ثلاثة يبقى الناتج بيساوي اتنين على سين قس ثلاثة رقم اتنين المعكوس الضربي للعدد خمسة قس ثلاثة بيساوي خمسة بحسب الاول خمسة قس ثلاثة لابساوي واحدة لخمسة المعكوس الضربي لخمسة بيساوي خمسة بعكس البسط والمقام رقم ثلاثة ربع العدد 24 بيساوي 24 على 4 بننزل أساس 4 ونطرح 20 ناس واحد بيساوي 11 يبقى ربع العدد 24 بيساوي 4 قصة 11 رقم أربعة سين على صاد بتساوي 7 على الاتنين فإن 2 سين على 7 صاد تساوي سين عندي في المسألة سين على صاد بيساوي 7 على الاتنين إذا سين بتساوي 7 وصاد بتساوي 2 هدرب 2 في 7 14 و7 في صاد اللي هي ب2 2 في 7 14 يبقى 14 على 14 يساوي 1 صحيح هبص على الاختيارات أشوف أني اختيار هيساوي 1 هلاقي الإجابة اللي هي 2 على 7 كله أس سفر بتساوي 1 رقم خمسة إذا كانت سين بتساوي سالب 3 على 7 وصاد بتساوي 2 فإن سين أس ساد تساوي هعود في المسألة سين بيساوي سالب 3 على 7 كل قسة إثنين هيبقى الناتج بيساوي 9 على 49 سالب 3 على 7 كل قسة إثنين السالب بتختفي ندرب 3 في 3 بتسعة 7 في 7 بتساوي 49 رقم ستة مجموعك يا ساد الزوايا الخارجة عن المسلس أو عن أي شكل أو عن أي مضلع بتساوي 360 درجة رقم سبعة عدد أقطار الشكل السداسي بتساوي 9 أو 5 أو 2 أو 0 ونختار الإجابة 9 لأن عدد أقطار الشكل الخماسي بتساوي 5 عدد أقطار الشكل الرباعي بتساوي 2 عدد أقطار الشكل السلاسي بتساوي 0 يبقى إذن عدد أقطار الشكل السلاسي بتساوي 9 قياس زاوية المضلع الخماسي المنتظم بتساوي 540 ولا 360 ولا 120 ولا 108 وبيطلب مننا قياس الزاوية الوحدة للمضلع الخماسي المنتظم اللي هي قانونها نون نقص 2 في 180 على نون هنعود عن نون بالساوي 5 يبقى 5 نقص 2 في 180 على 5 يبقى الناتج هي الساوي 108 درجة رقم تسعة مضلع منتظم محيطه 40 سنطي وطول دلعه 5 سنطي فإن عدد الزاوية عدد الزاوية بساوي عدد أطلع هنا سنتج عدد أطلع هقسم 40 على الخمسة المحيط على طول الدلع الواحد يطلع بساوي 8 إذن عدد الأطلع بساوي عدد الزاوية بساوي 8 رقم 10 مجموع كساس زاوية الشكل السباعي الداخلة طبعا هنحسبها من القانون نون نقص 2 في 180 هنعود عن نون بالسبعة يبقى 7 نقص 2 خمسة في 180 هيساوي 900 مجموع أخرى اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد سلاسة أمثال العدد 3.7 معنى سلاسة أمثال يعني بضرب العدد 3.7 في 3 يبقى 3.7 في 3.1 يساوي 3.8 رقم 2 المربع الذي طول دلعه 3 سين على 5 سنتيمتر تكون مساحته مساحت المربع طول الدلع في نفسه يعني تأتي سين على 5 كله أس 2 هنحسب تأتي سين على 5 كله أس 2 بتسوي 9 سين تربية على 25 رقم 3 3 صاد أس سالب 1 سين أس 2 صاد أس سالب 1 بتسوي 1 على صاد يبقى هضرب 3 في 1 على صاد في سين أس 2 يبقى بالناتج بتاعها 3 سين أس 2 على صاد تنزل صاد أس 2 السالب في المقام تتحول إلى موجة رقم 4 المعكوس الدرب العدد 2 على 3 كله أس سالب 1 لاختيارات 3 على 2 أو سالب 2 على 3 أو سالب 3 على 2 أو 2 على 3 العدد 2 على 3 والسالب 1 هي المعكوس الدرب العدد 2 على 3 والسواحد هختار 2 على 3 أو هحسب 2 على 3 والسالب 1 لها بتسوي 3 على الاتنين هجيب العدد 3 على الاتنين واجيب له المعكوس الدرب بعكس البص المقام يطلع النتج بساوي 2 على 3 رقم 5 أكبر قيمة للعدد تلت وكله سين هي عندما سين تساوي أختار 0 ولا سلب 1 ولا 2 و 3 هنعوض في العلاقة 3 أقل السن عن سن مثلا بسوى 0 هنلاقي 3 أقل السفر بساوى 1 هنعود عن سالب 1 هيبتلت كل السالب 1 بيساوي 3 هنعود عن سين بتساوي 2 هيبتلت كل السالب 2 بيساوي 9 هنعود عن سين بتساوي 3 هيبتلت كل السالب 1 على 27 إذن أكبر قيمة هي عندما تلت كل سالب 1 يعني هنختار إجابة سالب 1 رقم 6 عدد أقطار الخماسي الخارجة من أحد رؤوسه بيساوي 2 لأن عدد أقطار الشكل الخماسي كلها بيساوي 5 لكنها طالب من عدد أقطار الخارجة من أحد رؤوسه هنرسم الرأسة واحدة إلى باكر رؤوس هنرسم كترين فقط إذن عدد أقطار الخارجة من أحد رؤوسه إلى باكر رؤوس بيساوي 2 رقم 7 عدد أضلع مضلع منتظم قياس إحدى زوايات داخله 135 درجة هنعود في القانون اللي هو بقول نون نون ناقص 2 في 180 عاوز عدد أضلع مضلع منتظم اللي هو بيساوي نون بيساوي 360 على 180 ناقص 2 درجة اللي هو 135 بيساوي 8 أضلع رقم 8 المضلع المقعر لابد أن يحتوي على الزاوية منعاكسة على الأقل يحتوي على الزاوية منعاكسة على الأقل رقم 9 مضلع سداسي منتظم طول دلعه 7 سنطي يكون محيطه محيط المضلع بيساوي طول الدلع في عدل أضلع هيساوي 6 في 7 يساوي 42 رقم 10 الزاويتان متقبطان بالرأس تكونان متساويتان في القياس مجموعة أخرى والاختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس رقم 1 2.3 زايد 2.3 الناتج بيساوي 2.4 هحسب 2.3 بيساوي 8 زايد 2.3 بيساوي 8 يبقى المجموعة 16 هبص الأعجابات عندي هلاقي 2.4 هي الوحيدة اللي بيساوي 16 رقم 2 سين قس 2 كله السالب 3 فيه سين قس 6 هنضرب القس اللي في الداخل فيه القس اللي في الخارج يبقى سين 2 فيه سالب 3 بيساوي سالب 6 إذن سين قس سالب 6 فيه سين قس 6 بيساوي سين قس 0 الناتج بيساوي 1 المعكوس الجمعي للعدد سالب 81 رقم 3 المعكوس الجمعي للعدد سالب 81 قيمة سالب 81 بتساوي 1 صحيح المعكوس الجمعي للواحد هو سالب 1 هنختار سالب 1 رقم 4 3 أصصات زايد 3 أصصات زايد 6 أصصات بتساوي طبعا دي 3 أصصات فيه 3 يبقى بتساوي 3 أصصات زايد 1 رقم 5 2 أس 7 في 3 أس 7 هناخد 7 مشترك وندرب 2 في 3 ب 6 يبقى 6 أكل أس 7 رقم 6 مضلع عدد أضلع أكتاره يسوي عدد أضلعه يسوي عدد رؤوسه يكون المضلع الخماسي عدد أضلعه 5 وعدد أكتاره 5 وعدد رؤوسه يسوي 5 رقم 7 مجموع كياسات الزوايا الداخلة للمضلع الخماسي هنجيبها من قانون نون نقص 2 في 180 يطلع 540 درجة رقم 8 قياس كل الزوايا من الزوايا مضلح سداس ومنتظم هنجيبها من القانون نون نقص 2 في 180 على نون يبقى 6 نقص 2 في 180 على 6 الناتج بيسوي 120 درجة عدد أكتار المسلس رقم 9 عدد أكتار المسلس بيسوي 0 رقم 10 قياس إذا كان قياس الزوايا يتقالي بيسوي 60 درجة فإن قياس الزوايا من عكسة بتساوي 360 نقص 60 بيسوي 300 درجة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة